التبرعات التي لا تكاد تنتهي في مناطق سيدرة الحوثي باتت مكشوفة للعيان من خلال التناقض الذي تمارسه الميليشيا فيما تزيد باسم فلسطين تمارس أبشع مما يقوم به الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنذ دخولها صنعاء زادت معدلات الفقر والمجاعة والبطالة وانعدام الأمن الغذائي نهيك عن ارتكابها لجملة من الانتهاكات والجرائم التخيلة على المجتمع اليمني وتستغل ميليشيا الحوثي جميع المناسبات الطائفية والدينية لجمع الأموال فكما جمعتها من قبل بذريعة دعم المتضررين من السيول في سقدرا والمهرة ولم يصلهم أي شيء منها ها هي تجمع الأموال هذه المرة بذريعة وكذبة دعم أبناء فلسطين بينما هي في حقيقة الأمر تحولها لصالحها وتستغلها في دعم مشهودها الحربي مراقبون يتساءلون كيف لمن يسرق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية من المنظمات الدولية ويمنع وصولها لليمنيين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة أن تظهر إنسانيته فجأة ويناصر قضايا عادلة هو أبعد ما يكون عنها ميليشيا الحوثي تعبث وتنهب وتقتل دون حسيب أو رقيب وملايين اليمنيين يبيتون دون أن يملكوا قوت يومهم وقد أفقرتهم الميليشيا وقطعت رواتبهم وأوقفت مصادر دخلهم بل وأمعنت في إفقارهم وتجويعهم وإهانتهم وإذلالهم مدعية عدم قدرتها على صرف حقوقهم بينما يعرف الشعب اليمني كافة أن لديها من الموارد ما يكفي وزيادة لصرف جميع رواتب الموظفين وبحسب مراقبين فإن ميليشيا الحوثي تدعي كذبا وزورا مناصرة قضايا عادلة وتنتهك كل يوم حقوق وأعراض اليمنيين وتنهب أموالهم وتعدد على أملاكهم إلا أن ميزان الحقوق واحدا لا يتجزأ وأن المجرم لن يكون في يوم من الأيام ثائرا ولا حقوقيا